لم يكن فوزه محلياً فحسب فالانتصار القوي الذي حققه الرئيس التركية رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية كان ذا أبهد إقليمية إذ استطاعت تركيا الانتقال إلى غد أفضل بعد تجاوزها مؤامرات القوى الإقليمية التي حاولت جاهدة إبعد أردوغان وراهنت على خسارته تُم وطن داشترما تشكّره ديورم نحو 53% هو إجمالي الأصوات التي حصل عليها أردوغان متقدماً على منافسه البارز محرم جه الذي أخذ 31% من الأصوات ليعلن بذلك فوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة فوز إطمأن له نحو خمسة ملايين أجنوبية مقيم في تركيا فضلاً عن شعوب عربية ترف أردوغان مؤيداً للثورات التي قادتها ومحترماً لسيدة دول ودائماً لها إذ ما تكالبت عليها الأمم وحاصرتها إذ يدعم الرئيس التركي الحل السياسي في ليبيا ويرفض حسم الأمر عسكرياً كما يسند أردوغان دولة قطر المحاصرة للصعودية والإمارات والبحرين ومصر التي تسمي نفسها بإسم الدول الأربعة هي ذات الدول المتهمة بتغذية الصراع في بلدان الربيع العربي ودعم الثورات المضادة إذ كان آخر ما اتهمت به إحدى هذه الدول وهي الإمارات دعم انقلاب في تونس لإسقاط الرئيس الباجي قايد السبسي بعد إن اتهمت بمحاولة زعزعة استقرار العملة التركية قبيل الانتخابات للتأثير على الشعب التركي لاختيار غير أردوغان لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه الإمارات ومن خلفها مرحلة جديدة بأنجدة مغايرة تنتظر المنطقة العربية المنقسمة دولها بين داعم ثورات الربيع العربي ومحاربة لها وتأمل فيها شعوب عانت بلادها ويلات الحروب أن تضفي الجمهورية التركية بقوتها المتجددة شيئا للإستقرار في المنطقة رب ده يعاني الد theorاء العارف summer لإستقرار الخوف توقف져 قريب عربي عدد